بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة يديدة من برنامجكم دردة شافقية مع ضيفنا الدائم فضيئة الشيخ الدكتور ياصر بنحميد حياك الله الشيخ حياك الله يبوح من أهله وسهلا بالنسبة على العلامات أو قلنا شروط الصيام قلنا تحدثنا عن الإسلام تحدثنا عن أيضا البلوغ الآن نتكلم عن العقل ربما يطرأ سؤال مثلا أحد الأمهات أو أحد الآباء عنده مثلا ولد يعني شوي مبصاحي مثلا أو عنده خلل في عقله فأحيانا ينحرج مثلا إذا كان في سوق أو في مكان عام ويفطر هذا الصغير شون يقدر يسيطر عن الموضوع؟ يعني أول شيء به أحمد لازم من ابتليه في أولاره بهذا المرض يحتسب الأجر عند الله ويعلم أن هذا بلاء وأنه له أجر على ذلك يؤجر على صبره وعلى تربيته وعلى احتسابه ولكن هذا الصغير هذا غير العقل لو يتعامل بطريقة معينة أول ننظر هل هذا الذي فقد العقل فقد العقل بطريقة كلية أو بطريقة جزئية؟ يعني هل هو جنون تام أو جنون ناقص؟ الجنون التام يعني فقد الأهلية لا يعرف الليل من النهار ولا يعرف يتكلم ولا يفقه ما يقول ولا ما يقال له فهذا ليس مكلف كل التكاليف تسقط عنه وليس أمر بشيء لكن لا يعني ذلك أنه يترك في الشوارع يأكل ويشرب فلا بل يحافظ هذا مشاعر الناس لا مانع أن نعطيه الطعام ونعطيه الشراب ولكن يبقى في بيته لكن أحيانا هناك نوع من الفقد العقل ليس الفقد الجزئي يعني هو كبير في السن ابن الثلاثين لكن كأنه عمره خمسة عشر و عمره اتناعش فإذا كان يفقه ويعرف ويدرك ونعرف أنه بلغ يؤمر بالصيام يؤمر بالصيام وهذه نقطة الناس يعني ما تفقه لا يقول مثلا هذا ابني منغولي أو هذا ابني مثلا ليس عنده عقل كامل فعلا ليس عنده عقل كامل لكن إذا كان يدرك ويشعر ويعرف من حواليه ويتكلم مع الناس ويفهم الكلام ولكن عنده خفة عقل فننظر إذا بلغ فيؤمر بالصيام لكن فاقد العقل بالكلية هذا الذي يؤمر بالصيام تبقى مسؤولة ثانية أيضا تدخل في هذه الموضوع الإغماء إذا حبيتنا تكلم عنه موضوع الإغماء هذا موضوع مشكلة يعني لو إنسان أغمي عليه قبل غروب الشمس وما أفاق إلا بعد غروب الشمس فهل يؤمر بقضاء هذا اليوم؟ في خلاف أن ذو العلماء والذي يظهرنا ما أمر بقضاء هذا اليوم لأن هذا اليوم مر عليه باتداء وانتهاء وهو فاقد الأهلية لكن لو أغمي عليه أثناء النهار ثم أفاق في أثناء النهار هذا يؤمر بالقضاء لكن المسألة النادرة لو أنه أغمي عليه في أثناء النهار وهو كان صائم وأفاق في أثناء النهار ولم يأكل شيء هل هذا الإغماء يقطع النية أو ليقطع النية؟ الذي يظهر أنه ليقطع النية بل تبقى نيته باقية شرط أن يفيق قبل غروب الشمس إذا كان في أول اليوم كان ممسك وهذا جيد يعرفه الناس خاصة اللي يدخلون العمليات المطولة ممكن يوضع في البنج أو يوضع عليه عمليات البنج قبل دخول الوقت ولا يفيق إلا فترة طويلة فالذي يظهر أنه ليأمر بقضاء الصيام بل ليأمر حتى بقضاء الصلاة يعني لو دخل غرفة العمليات وخدر وفتت الصلاوات وخارج وعي وإدراك فالذي يظهر أنه حتى الصلاة ليأمر بقضائها ولو قضى الصيام وقضى الصلاة من باب الاحتياط يكون أفضل أيضا تدخل مسألة الكبير في السن تتكلمنا عن أطفال مثلا أو الفاقدين من العقل أيضا كبير السن مثلا مع كبار السنين يمكن يصيد الواحد الله يعافينه يا المشاهدين الخرف مثلا فشلون يقدر هل يصوم يأمر بالصيام أو هل يقضي مثلا إذا كان فترات تتيلة الحالة أو فترة تروح عنه صحي هذا السؤال جيد يعني إذا كبر الإنسان حتى وصل لسن التخريف يعني ما يفقه الكلام ولا يرد الجواب ولا يعرف السؤال ولا يعين الناس ولا يعرف من فلان ولا يعرف يحسب الفلوس هذا السن يجعله حالة كحالة لفاقد العقل حالة كحالة صغير هذا لا يؤمر بالصيام لو صام ما يقبل صيامه لأنه من شروط الصيام أن يكون مكلف لكن بعض الكبار يعني تجد يعاند وربما يعني يصر على هذا الشيء فالأولياء ينبغي عليه أن يقنعوها ويجبروها على الأكل والشر لأنه لا فائدة من أكله وهذا غير مسألة أنه يشق عليه الصيام لأننا نتكلم الآن عن إذا وصل إلى مرحلة ليس فيها عقل وليس فيها تميز لكن إذا كان عقله موجود لكن يشق عليه الصيام هذا موضوع مختلف الله يزالك خير مشاهدين الكرام انتهت حلقتنا سريعة هذه الحلقة تكلمنا فيها عن غياب العقل في برنامج النادر للشفقية نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء تكلمنا في برنامج النادر للشفقية اشتركوا في القناة